بصدور عندهم تأخر إنجاب تمام ده السؤال طبعا مهم جدا لأنه هو فيه هاجز كده عند أي اتنين متجاوزين متجاوزين بقى لهم شهر وشهرين خلاص مفيش حمل يبقى كده بقيت مشكلة عظمة وطبعا هي المشكلة مش بتامعوا من الكابل كمان بتامعوا من الرايب والمعارف والجران والكلام ده كله فطبعا إحنا بنقول أن تأخر الإنجاب من أن أعتبروش تأخر الإنجاب إلى لما يعدوا السنة السنة ديت تكون ما بيستخدموش أي وسائل منع حمل وتبقى العلاقة الزوجية علاقة طبيعية ويبقى الزوج موجود يعني فيه ستات وفيه كابلز يعني أزواج بيبقوا جزهم مثلا مسافر بيبقى بيبات في الشغل على طول فطبعا ده ما نقدرش نحسبه ما نقدرش نقول إن ده من الشهور بتاعة تأخر الإنجاب فلازم عشان نقول تأخر الإنجاب وجد لازم تبقى السنة والسنة ديت على الأقل سنة ويبقى السنة ديت العلاقة الزوجية الطبيعية ومنتظمة بدون استخدام أي وسيلة لمنع الحمل ده عشان بس النسي متتلقبطش وما يتحصلش ضغوط نفسية على الكرس أكيد لأن الضغوط النفسية هي أهم سبب لتأخر الإنجاب